ممكن وإحنا بنحل الكتب بنركز مع الأسئلة اللي بنحتاج فيها قوانين ما هيش موجودة في كتاب المفاهيم زي السؤال اللي معانا ده سؤال ربعا وتسعين بيقولي عندي جيلفانو متر مقاومته يبقى دي مقاومة الجيلفانو اسمها RG خمسة واربعين قوم وصلة ملفه مع مجزئ للطيار مجزئ الطيار اللي هو RS قمته خمسة قوم عايز النسبة بين ال-IS إلى ال-IG النسبة دي مش موجودة صراحة في كتاب المفاهيم اللي موجود هنا قيمة مجزئ الطيار RS بساوي IG RG على ال-I ناقص ال-IG طيب لو إحنا جلنا سؤال زي ده إزاي نقدر نستخلص النسبة دي تعالوا نستخدم قانون حساسية الجهاز وبرضو دي مش موجودة في كتاب المفاهيم اللي هي IG على ال-I بساوي RS على RS زائد RG طيب ال-IG على ال-I هتساوي ال-RS قيمتها كان خمسة على ال-RS خمسة تاني زائد ال-RG اللي هي خمسة واربعين يبقى ال-IG على ال-I خمسة وخمسة واربعين وخمسة خمسين يعني واحد على عشر تمام هسيب ال-IG زي ما هي لأنها موجودة في النسبة ولكن هحاول أستدل ال-I بحاجة بحيث أن أنا أقدر أظهر في النسبة دي قيمة ال-I-S هنا عشان أقدر أفك ال-I صح لازم أكون متخيل شكل الجهاز الجهاز عبارة عن جلفانه متوصل على التوازي مع مجزء الطيار وفيه هنا الطيار الكلي ال-I دي هي الطيار الكلي الطيار الكلي هيتجزأ إلى جزئين I-G و-I-S وبالتالي أقدر أقول البسط زي ما هو I-G لكن المقام هستبدل ال-I ب-I-G زائد I-S وهقول بتساوي واحد على عشر وضرب طرفين فساطين I-G في عشرة بعشرة I-G وهنا واحد في المجدار ده بنفس المجدار أو G زائد I-S هاجي هنا أقول عشرة I-G شين منها I-G يبقى تسعة I-G بساوي I-S طب أنا عايزة I-S على ال-I-G يبقى ال-I-S على ال-I-G ما ترجعش فاضي يبقى تسعة على واحد يبقى الإجابة الصحيحة هتكون الإجابة رقم ب تسعة لواحد تسعة لواحد